انت مثلا فيك مميزات مثلا بتسمعو بتحبو كتن دي وا 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 ولكن هو جا عند مثلا ان انت مسعلا يفترض بتحب تبسي بناطيل هو محبش بناطيل ام سابل عليك وماشي عليك ده عنيدة اهو كده بقى شخص معاكو بياد كتير اوي وماشي وعلى فكرة انت كنت تعبان اوي 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 عشان كلا بدأت حاجة جديدة اهو وتعبت اوي عشان تخرج من اللي حصل ده يبتقى اوي ممكن تكون قفلت على نفسك فترة طويلة وانعزلت عشان تبقى كده عشان تبتدي حاجة جديدة وتبقى كده عملا فانت شايف ان هو شخص اه مبيعجبوش حاجة ومشي من العلاقة مع ان فيها حاجات مميزات كتير جدا ومع ذلك مبصش لاي حاجة مبصش للحب مبصش للتنمية مبصش لان انا مناسبة لي ومشي وساب العلاقة والان هو الايه هو ايه دلوقتي قاعدين جنب الحيطة ونسمع الزيته انت يا برج السرطان ده قاعدت جنب الحيطة حرفيا وسمعت الزيته عشان هو دلوقتي شاعر بانه ضيع فرصة كبيرة قوي من اليده طيب اه هو شايف اه العلاقة اه سوري الخطوة العايز ياخدها ايه بقى الخطوة العايز ياخدها ان هو اه اعتقد ان هو يبرج السرطان اه عايز اه ياما يرجع العلاقة مرة تانية ممكن نقول كده او ان هو بقى يبص الادام لان هو تعبان على فكرة وعمال يتقلم من اللي حصل ده فتقريبا عايز بقى يبص الادام تقريبا لما شافك ان انت اه نسيته وان انت بدأت اه تعلن حياة جديدة من غيره وقفلت على الماضي كله ككل فقال خلاص بقى هو شكله كده اه مشي وسبني فانا شكلي افنمشي ده اخد نفسي وامشي لان كده انا اتهزقت قوي بما في الكفاية مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حاجة ممكن يكون تفكيره كده وده اللي انا لا بص يا برج السرطان اه هو بيفكر يجي مرة تانية ويقدم عرض ويقدم عرض ويوازن اه في الاخد والعطمة بينكم زي ما قلتلك انتو الاتنين في حاجة في حاجة حصلت وهو مشي وعايز يجي مرة تانية وباقصى سرعة زي ما هو شايفت انت بدأت صفحة جديدة مبسوط اوي بنفسك وشايفت ان انت يعني بقيت حاجة كبيرة اوي مععرفش انا ممكن تكون بدأت حاجة جديدة او سمع ان انت هتبدأ حاجة جديدة وحاجة هجيلك منها مقود كتير اوي فلوس ممكن تكون اه توظفت ممكن تكون اتلاقيت في الشغل ممكن لو اعلم فعايز يجي ويقدم عرض تاني بعد ما انت قفلت السكة كلها وهو خايف على فكرة وواقف بيتركب ومش عارف بقى يروح ولا يرجع هو بص باصس هو ومقرر يجي على فكرة مقرر مقرر بقى امشي امشي لقدام ولا اا اروح فهو بس هو مقرر من جوانا ذات نفس كده ان هو يعني ايه يجي يجي لك مرة تانية لانه مجروح اوي 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 وشعر بان الانتهزن في العلاقة دي طيب هو شايف العلاقة دي ايه شايف انها علاقة اا اا ممكن تبقى زواج ممكن ان العلاقة دي تبقى زواج لان ده بردو كانت المقزون او ممكن يكون شايف ان العلاقة دي علاقة محتاجة حكمة ومحتاجة تصالح ومحتاجة نحمس مع بعض تاني لان ده شخص حكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه ام اه اه مش قلت لكم محتاجة تصالح اا العلاقة دي محتاجة نسمع بعض ومفتح مع بعض صفحة تديدة ومحتاجة حكمة محتاجة نفهم بعض احنا ما كناش فهمين بعض ممكن يكون فعلا ما كنتش فهمين بعض بانه مش يساب كل حاجة في العلاقة يعني ده غبي ده شخص غبي ساب كل حاجة وعشان كو ببايا الماشي فانت يعني انت عايز ايه ما انت وافد كل حاجة وانت هتخدني كاملة يعني ازاي يعني فهو شايف ان العلاقة دي كان فيها جروح جمد اوي 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 وكان فيها طعانات في الظهر كان فيها افكار وحشة ولوم على طول بتلوموا على بعض انت اللي عملت انت اللي عملت وفيها جرح لانه هما جروح وكمان على فكرة وفيها شد الجاس بجمد اوي فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقة دي تاني وممكن فيها امل اقدم العرض تاني تاني مره يقدم عرض تاني مره شاك لو عايز يقدم عرض الجات ويرجع بس عايزين شوف بس في الاخر هقولك ميته ايه مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجة حكمة انت كمان شايف نفسها على فترة الحاجة محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض ويبقى في ما بيننا عدالة في ازم العلاقة دي بكاها عدالة عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقة دي فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجة توازن وانت كمان شايف انها محتاج عدالة وانت محتاج العدالة في العلاقة دي لانه ثابت وقلمك وانت محتاج تتشافة من العلاقة دي طيب ايدا ادريzkام تلك النصيحة لك كده قبل مشوفين ان هي بتاعك اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني اتكلم معك بس هيبقى فيه خنائقة زي ما ويتلقى هيبقى فيه خنائقة اه هتضربه بعض وكل واحد بقى هيتخانق مع تاني والنساحة بتقول لك اهدى شوية واستقله وفكر بمشاعرك شوية يا برج السرطان لان انت لما قفلت الدايرة ومودت معاك المشاعر القديمة فالنساحة بتقول لك فكر بمشاعرك شوية مش بعالك ما تحكمش عالك انت لو حكمت عليك هتبقى كده هتتخنق معاك لجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان انا عارفة لبرج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزار طب نشوف كده يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مثلا بقيت مشهور نوعا ما بقيت محبوب قوي طب نشوف نيته ايه لو هو عايز يرجع هنييته خير ولا نيته مثلا ينتقم مثلا ورقتين لا اه 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 لأ ده لأ نيته خير يا برج السرطان ده انت لو بريتعمل محد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس القمري اه 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 نيته يستقر معاك هو زي ما قلتلك اكتشف بعد اه الفراء بانه طلع ميم مغفا كده لما يجي كلمك قوله انت ميم مغفا طلع مغفا وسب كل يعني بعد ما مش اكتشف ان كل كباب دي كانت حلوة وانه هو ساب العلاقة عشان حاجة واحدة بس. فطلع مغفل. مين مغفل طبعا وحمر كل ده احنا خدنا في المدرسة. فهو عايز يستقر معك وبيحبك اوي. هو بيحبك على فكرة. بس هو غبي. في ناس غبية. ايوة انا دايما اقول لكم يا جماعة اوعد يعني دايما افتكري ان الشخص اللي معكم يطلع غبي. تفكيره غبي. انت قدمت له عاجات حلوة اوي. انت شخص جميل اوي بروك السرطان وشكرك ضحيت جميل اوي عشان. اوي. وعلى فكرة هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فكرة. ده المأزوين. عايز يقدم عرض. وعايز ينهي اللي يفاد ده كله. وانت عايز عدالة. لو سمحت انا عايز عدالة. انت عايز عدالة. عشان كده النصيحة بتقولك. اه انت قفلت على مشاعرك قوي. بطريقة مش مش حلوة. اه اه ايه في العالماضي ايه في العالماضي. ولكن ارجع المشاعر تاني يا برج السرطان. لان الشخص ده بيحبك. لو سمحت. انت ما تتخنقش معا. ارجع مشاعرك تاني. وخليك معا بقى وبلاش الملامة. طيب اه هو كويس انها انتهت على حيث. نشوف بقى المقصلين. وقلنا التقاط بتبقى اه متغيرة. يعني ده حاجة وده حاجة. او انت بقى زي ما تتخنق. قالوا انت قصليهم برج السرطان. مشاعره ايه واناوي علي. اه. ده المشاعره حاليا هو محتار. و مش عارف يستقر خالص في المشاعر. وحسس ان في حيرة شديدة قوي قوي قوي. بس ناوي ياخد قرار. زي ما قلتلك هو حاسس بغموض قوي. وانعزل فترة طويلة عشان يفكر. وشاعر بان ممكن يبقى فيه بداية جديدة. عشان كده هو عايز يجي يعمل بداية جديدة. ناوي على ايه ناوي ياخد قرار. يشيل بقى الغموم دي كلها هو مقى دي اللي يبس ده غموض. شخص محتار. هو محتار على فترة. محتار او يرجع مجعش. ممكن يكون مش متأكد انت عايزه ولا لا. ممكن يكون شاعر بان انت ما بقيتش محتاجه. ممكن برضو. والله هو اعلم. فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامة دي كلها. ولكن هو نفسه بداية جديدة اهو. اه ده مجروح منه. اه ده نفسه. ليه كده? نفس الكفتل اه نفسه مش كده. هو اه مجروح. ما بينامش من التفكير. وعايز يرجع التوازن تاني. اه خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك. خالص. وشاعر بان انت نسيته. عشان كده هو متردد في مشاعره. عمال يقول اه ارجع ولا مرجعش. ارجع ولا مرجعش. ارجع ولا مرجعش. ولكن هو هيتخز قرار. بس خلي بالك انه هو لما ييجي. مش هيبقى لك المشاعر دي. لانه اه مجمد مشاعره حاليا. هيبقى داخل عليك داخلة اه ازايك. اه وانت عامل اي دلوقتي. انا ده ما بسميها الداخلة دي. ليه بقى بسميها الداخلة دي كبه? عشان بيبقى هو قلقان اصلا. هو شخصة قلوق قوي. وشكله كده ما بيحبش حد يكسفه. فهيقول لك ازايك. عامل ايه? لو لقاك مثلا بتعمل سين ما بتردش او ما ردتش اصلا على الموبايل في المكالمة لو تصل بيك مش هيتصل بيك تاني. ولكن هو نفسه يرجع ويعمل طرز. فهيدخل بس نجمد مشاعره او او عامل وش الخشب ده. اه عامل الوش ده عشان بس ايه? يدالي الخيبة اللي هو فيه. حرفيا خيبة يعني. يعني الراجل اللي بتقى محتار اه يرجع ده انا بحس انها خيبة. بخليك قلبك جامد. خش كده بقلبك جامد وخلاص. رفضتك رفضتك. خلاص مش مشكلة. او عمو اللي رفضناه في يعني. طيب العزات بقى من برج السرطان وديتا قتلت خالص. عشان الناس بس كده. والعزات ده اللي هما ناس آآ 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 اصلا يعني. الرجالة بالتحديد منهم الستات لقى. الستات اه بتخش ولكن اه دي وقعت لقى. حد داخلك وطريقنا لقى. ومشاعره ايه? ونوي على ايه? بشكل كده حد قديم ولا ايه? ربنا يا ستش. ممكن يكون حد قديم خالص بقى. خالص. يا الهي. يا الهي. اعتقد انه في حد داخل برج هوائي. شمس الكاميرا طالع. وشخص جاد قوي. قوي يعني. بيحكم العقل على القلب دايما. المشاعر بيبقى لكنها على جنب. ولما بيخش في علاقة حب بيبان في الاول بانه بارد. وما عندوش قلبه اصلا. خاص. وتبقى بتقول ده جاي يتسلى لاكتر ولا قلب. انا بقولك مش بقولك انت بتقول عليه جاي يتسلى. كلام بتاعي بيتطبقى في الورق. اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتسلى. جاي هزر. جاي يتحقق. ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع. ولكن هيحصل الاول مشادة كلامية ببانكم. بسبب في فراء حصل ببانكم تلتبين. وهو عايز يرجع العلاقة دي مرة تانية لك. وممكن يكون الشخص ده كان قديم. وانتو اكتشفتوا طرف تلت في العلاقة. فمشيتوا. اتخانيتوا معاه ومشيتوا. ولكن هو هيرجع مرة تانية. عشان بيحبكو. او اختاركو انتو. او اختاركو انتو بالمعنى الاصح يا برج السرطان. واختاركو انتو وعايزكو انتو. بعد ما انتو مشيتوا واكتشف ان الحياة من غيركو صعبة قوي. واكتشف ان الطرف التالت ده كان بيتسلى. او هو كان بيتسلى بحد اصلا. وانتو مشيتوا. وهو راجع كشبة. بس خلي بالك بيحك معاه له اول. او بيفكر معاه له اول. طيب مشوف برضو. مشاعره ايه طبعا زي ما قلتلك هو راجع. ورجع لكم انتو. لان هو شايفكو السيميت بتاعه. شايفكم انتو القدر. انتو شخص قدر لكم. ممكن يكون كنتم في علاقة تانية اصلا. وانتو مشيتوا بقى. لما شفتو مبسوط في العلاقة التانية قلتو خلاص كده. مش راجع خلاص. ومشوف حياة نحنا بقى. بوردين.